أكد وزير البترول والفروة المعدنية طارق الملة على تكامل وكفاءة عمل منظومة تداول المنتجات البترولية خلال السنوات السبع الأخيرة بداية من تأمين الإمدادات وتوفير المنتج بالمحطات وتوزيعه ومتابعة ذلك آليا من خلال غرفة التحكم في ظل تطبيق التحول الرقمي وأشار وزير البترول إلى أن هناك 12 شركة تعمل بكفاءة عالية في تسويق المنتجات البترولية وتقدم خدمات مميتة ميزة تهم قائدية المركبات وأن شركة تأشيل آوت إحدى أهم شركات المنظومة من خلال تقديمها خدمات متميزة عبر 80 محطة حاليا تابعة لها جاء ذلك في افتتاح وزير البترول ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني أمير سيد أحمد ورئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارات الطرق مجدي أنور محطة الوقود الجديدة بشارع التسعين بالتجمع الخامس لخدمة المواطنين في ظل ما شهدته المنطقة من تطوير لمحاور الطرق